اشتركوا في القناة الحكومة العراقية مرت بها منذ عام 2003 لحد الآن تركتها ثقيلة معقدة وكذلك ورصتنا وضع اقتصادي صعب جدا فضلا عن التحديات فيما يخص الحراك الاجتماعي ووباء كورونا مع كل هذا تمكت حكومة العراقية ورغم كل التحديات من تجاوز الازمة وتقديم مجموعة من الانجازات والخطوات عن طريق مبدأ الاصلاح عن طريق محاببة المحسوبية وكذلك النفوذ المتزايد للجماعات الفاسدة وحاولنا انقاذ البلد ماليا واقتصاديا وما زلنا نحاول ونخطط لتجاوز كل الازمات بعد ان طوينا صفحة السنة من عمر هذه الحكومة التي منحها مجلس نواب الثقة اليوم عندنا التقرير الاداء الحكومي الي يبدأ من ايار 2020 الى ايار 21 الي بيعمل وانجازات هذه الحكومة وهذا التقرير تم كتابته بكل شفافية عن طريق خبراء بعضهم جزء من مؤسسات الدولة والبعض الآخر مجموعة من الخبراء المستقلين وشخصيات دولية فتم كتابته بكل حيادية لكي ننقل رسالة واضحة شعبنا والناسنا نحن جادين بالتعاطب الشفافية مع كل التزامات عانى شعبنا كما تعرفون الكثير الكثير بسبب الفساد والمحسوبية وقلة الضمير الوطني التي انتجت تداعيات خطيرة تمثلت في ما حصل في اكتوبر من عام 2011 هذه السنة رغم كل التحديات انجحنا بتقديم الورقة البيضاء هي ورقة اصلاحية بامتياز كذلك الحكومة قامت باجراءات لمكافحة الفساد وهذه اول مرة اول حكومة تواعد وتنفذ من اليوم الاول قلنا الحكومة تفعال وليس الحكومة تقوال وتعرضت الحكومة الى عمليات تشويش وتشويه لما تقوم في اي خطوة وهناك محاولات لعرقلة اي انجاز لهذه الحكومة وعلى هذا الاساس اخترنا مسار الاصلاح ولن نلتفت او ننتبه الى كل اصوات النشازة التي حارث النيل من معنويات وعزيمة هذه الحكومة وما زلنا مستمرين لا نبحث عن دور في الاعلام ولا نبحث عن دور سياسي نبحث عن ارضاء ضميرنا وارضاء شعبنا بما يستحق بي من كل خدمة شكراً لكم شكرا